قال مسؤولون من جمهورية تشيك والسوفاكيا إن الدولتين قامت بإرسال دبابات سوفيتية الأصل إلى أوكرانيا في تقرير لصحيفة ووستريت جورنال الصحيفة الأمريكية نقلت عن المصادر قولها إن تلك الدبابات هي الأولى التي ترسلها دولة غربية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب الروسية والتي تعود إذن لأصل سوفيتي وفق المصادر تدرس كل من الدولتين أيضا فتح مشاءتها الصناعية العسكرية لإصلاح وتجديد المعدات العسكرية الأوكرانية التالفة ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الدبابات السوفيتية التي سلمتها تشيك إلى أوكرانيا من تراز تي 72 أم محدثة وضمن خطط التسليح الجديدة لأوكرانيا يخطط البنتاجون لإرسال عشر من أحدث الطائرات أو عشر طائرات بدون طيار من تراز سويتش بلايد مسلحة إذن برؤوس حربية خارقة للدبابات وأدروع إضافة إلى الشحنات المعلنة سابقا وفقا لمسؤولين مطلعين وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر فإنه سيجري طلب تلك المسيرات مباشرة من المصنعين أو المصنعين إذن مع إضافة ميزات فتاكة كتتبع واختراق الدروع ستنضم أيضا الترسان الموسعة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ستنضم لها مائة طائرة بدون طيار كان الأمين العام لحلف الناتو يانس تويتنبرغ قال إن روسيا تعزز صفوفها من أجل السيطرة على كامل منطقة دون باس في شرق أوكرانيا ومن أجل إنشاء جسر بري مع شبه جزيرة القرن نحو هذا الآن أصدبير محاول منطقتنا قوية في خييف لتقاني نتقصرون ونطوهمية والم؛تر وفقاني ونطور على النوم في المقبلين ستنظر لا تشتعب أن نطر الموت في الأمين والسودية أتاك أن تحاول الانباس من أجل لنبيا في خصوص لتجارة للحصول على القميات. فهو هذا هو أجل القيام بالعام. وعندما يتحق الانباس حول هذه الوظنة، سنطر الفوريين التاريخين سوف تتحدث مما سيارة. الأمريكيين يتقوني بإعادة أسلحة لأوكرانيا مثل الأنطي تانك ويساعدات أهلية القيامة ومتطورة نظرات أسلحة أخرى وسط تعهدات أمريكية باستمرار دخل الأسلحة إلى أوكرانيا تبرز المسيرات الانتحارية سويتش بلايد هذه المسيرات تحمل صواريخ موجهة ومتطورة وقادرة على استهداف الدبابات بدقة نتابع تفاصيل أكثر عن هذه المسيرات في هذا التقرير بقدرات فائقة وميزات إطلاق غير مسبوقة تتفوق طائرة سويتش بليد الأمريكية من دون طيار على نظيراتها من هذا الطراز نظام إطلاقها فريد من نوعه تكون جاهزة للتحليق خلال دقائق لتنطلق من أنابيب أرضية خاصة تتباهى بها شركة أيروفيرومنت التي تنتجها وتتخذ من واشنطن مقرا لها وصنعت منها نوعين هما الأشهر سويتش بليد 300 لاستهداف الأفراد و600 لتدمير الدبابات والمدرعات الأخرى وهذا الطراز بالذات عملت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية على شرائه سويتش بليد تحمل قنابل ذكية آلية ومجهزة بكاميرات وأنظمة توجيه ومتفجرات يمكن برمجتها لضرب الأهداف تلقائيا على بعد عدة كيلومترات وكذا جدولة الهدف لضربه حين يحين الموعد المحدد لذلك تقول الشركة المنتجة إن الطائرة 600 قادرة على التحليق لمدة 40 دقيقة ولمسافة تصل إلى 75 كيلومترا هي أرخص بكثير من نظيراتها من طائرات الدرونز الأمريكية فكلفة طراز 300 مثلا تبلغ أقل من 6000 دولار وفق بعض التقديرات بالعموم هي طائرة تستخدم لمرة واحدة ويطلق عليها اسم الكاميكازي الأمريكي تيمنا بالمقاتلين اليابانيين الذين ذاع صيطهم في الحرب العالمية الثانية ترجمة نانسي قنقر